تضع مصر على رأس أولوجيتها ملف المياه نظرا لأهميته الكبيرة في ظل ظروف مصر الخاصة مثل زيادة السكان وغيرها وأيضا لخطولة الطائرات المناخية وأثرها على مواردنا وفي هذا الصدد بزلت الدولة جهودا كبيرة في العديد من المحاور لتحقيق الاستفادة المثلة من مواردنا المائية رغم أهمية ملف المياه لحاضر مصر ومستقبلها فإنه بات لعقود في طور دراسات وأبحاث حبيسة الأدراج حتى وضعته القيادة السياسية في صدارة أولوياتها خلال السنوات الماضية مصر في سبيلها لجمهوريتها الجديدة تضع قضية المياه نصب أعينها وذلك في كافة تحركاتها داخليا وخارجيا وقد أكدت القاهرة عدم تنازلها عن حقها التاريخي في حصتها بمياه النيل وجددت المطالبة أمميا وإقليميا بضرورة وضع إطار قانوني لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي المنفذ على نهر النيل كما تجدد القيادة السياسية التأكيد على أهمية التعامل بمبدأ حسن الجوار بين الدول المشاطئة للأنهار التحديات الجامة التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية دفعت القيادة السياسية للدفع بحزمة من المشروعات القومية الكبرى وكذلك من المبادرات التوعوية حماية لثروتها المائية وللحفاظ عليها وحسن إدارتها المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيلها أحد المشروعات القومية لتعظيم العائد من المياه والذي بدأ يؤتي ثماره وبات شاهدا في كل محافظات مصر على جدية السعي المصري لحماية الثروة المائية حيث شهدت المرحلة الأولى منه تبطين 8226 كم كذلك هناك المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه ففي مايو من عام 2021 تم الانتهاء من تحويل نحو 285 ألف فدان لنظام الري الحديث بالإضافة إلى العمل على تحويل 85 ألف فدان أخرى إلى جانب ذلك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر عبر المحطة الأكبر بالعالم كذلك الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة كما تول الدولة اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر التي تعد من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنوياً وذلك في عام 2020 على صعيد التطوير التشريعي أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين التحركات الدؤوبة للقيادة السياسية في ملف المياه تنبع من إدراك كبير لخطورة الملف في إطار التحديات المائية التي تواجهها مصر من تزايد السكان إضافة للتغيرات المناخية التي قد تعصف بمكتسبات وموارد دول وقرات ترجمة نانسي قنقر